طبعا نشبه الكلام ده بالخمر قال لك ربنا ما نهاش الخمر مرة واحدة لا ده نهاء على مراحل وهي ده الطريقة اللي بيتباعها يوسف اليمني القواد وطبعا الكلام ده ينطبق على أم منال وشوشو اللي كان بتدخل تعليق لي لما كنت بتكلم في عضية الزوج والزوجة قصود الحق ربنا يوفاك مش عارف ايه يعني كله كلام بيقولوا ان هم مع محمد الهادي دلوقت اتغيرت تماما وطبعا كان على رأسهم شاب ابراهيم زي معطرف يوسف اليمني القواد بدلا ما بتوزع الفلوس على القوادين اللي زيك يا يوسف يا يامني يا قواد وزعهم على الاطفال اللي محتاجة في اليمن وطبعا اللي كنت احببوا اتجهروا حضراتكم ان انتو عبارة عن قطيع من الخلفان عبارة عن قطيع من الخلفان بيقودكم واحد اسم يوسف اليمني القواد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله واهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة مع محمد سيف الدين وبعد طول غياب طويل لمدة شهر رجعنا ثاني لقضية الزوج والزوج علشان نرد على القواد يوسف اليمني قبل ونقف تفاصيل حلقة النهاردة لا تنستشد عن الفيديو بلايك وتشترك في القناة لو انت مش مشارك ولو انت مشارك لا تنستشد فعلا الجرس وكالعدم بسانا اراح ادرككم في التعليهات حلقة النهاردة هيكون فيها تسريبات قوية جدا عن القواد يوسف اليمني يوسف اليمني اللي تعمد ان هو يتدخل في القضية بشكل مباشر او بشكل غير مباشر وده اللي اعنا نهاردة وهنوضح التسريبات دي بتقول ايه هارد جزء لحضراتكم وجزء التاني انا هتكلم فيه مهنت لو شخص محترم ما كنتش قليت ادبك على خالد سني مع حافظ الالقاب طبعا ده اخويا الكبير واي حد يعتاج على واحد مصري لازم نرد اعتباره وانا برد اعتبار خالد سني كون واحد مصري قبل ما يكون اخ او يكون صديق وانت يا يوسف يا يمني يا قواد لو ما شرتش جزمته على دماغك فانت هتدرك بنفس الجزمة اللي كنت هتشيرها على دماغك نبتدي باول حاجة اعترف بيها يوسف اليمني القواد ان هو بيدي فلوس للناس اللي وقفة في صف محمد الهادي وبيختار كده مجموعة من القنوات اللي وقعة او القنوات اللي معندهاش مبدأ اساسا ومن هنا يبتدي يدي لهم فلوس اول دفعة بيتدهالهم علشان يبطلوا يقولوا الفاظ في الفيديوهات بتاعتهم تاني حاجة بيبدأ يدي لهم الدفعة التانية علشان من هنا يبدأوا يكونوا محيدين ما بين محمد الهادي وما بين تغريد السيد ده بالنسبة لتاني دفعة اما الدفعة التالتة بيتدهالهم علشان يفضلوا مؤيدين يتحولوا من محيد الى مؤيد تغريد وطبعا انا شبه الكلام ده بالخمر قال لك ربنا ما نهاش الخمر مرة واحدة لا ده نهاء على مراحل وهي ده الطريقة اللي بيتتباعها يوسف اليمني القواد اه هو ده اللي هو بيعمله زي بتوع داعش بالزبط بيختار من الدين اللي هو عايزه ويرمي الباقي في البحر اهم حاجة ان الحاجة اللي انا هاختارها دي هتبقى على مزاجي وهتعمل اللي انا عايزه لكن ده بعدك وكمان اعترف وقال ان هو بيدي رشاوي للناس اصحاب القناة علشان يبدأوا زي ما قلت لحضراتكم يتحولوا ما بين ان هما بيقولوا الفاظ وحشة ربابين محيدين الى مؤيدين لتغريد ودي طريقة يعني قذرة زيه زيك يا يوسف يا يمني يا قواد انتوا بقى يا شوية رمم اللي معندكمش مبدأ والفلوس عامت عينيكم هل تقدروا بعد كده ترجعوا وتقفوا في صف محمد الهادي انتوا كده اصبحتوا بالنسبة ليوسف اليمني القواد كانت محروق خلاص انت تحرقتوا على كده ومعادش بيه وحتى لو كانوا يعملوا كل ده برضو انا مش عايزهم فمقابل ان انا اقف مع الحق ويكون بالفعل عندي مبدأ امشي عليه بين الناس كلها وكمان اعترف ان هو عامل حملة او مجموعة على الواتساب علشان يستهدف القنوات اللي وفق صف محمد الهادي وهو بالفعل قال الكلام ده وقال اللي هيستهدف تغريب انا هستهدفه القناهات دي احنا بنتابعها علشان نقدم ضدها بلاغات ونبدأ ان نقفل لهم القناهات والفيديوهات بتاعتهم ما تبتشرش ولا توصل للناس هو ده بالضبط اللي بيعملوه لأي حد او لأي قناه بتتكلم في قضية الزوج والزوجة وبتكون مؤيدا محمد الهادي اللي معاه الحق وطبعا الكلام ده انطبق على ام منال وشوشو اللي كانت بتدخل تعليق لي لما كنت بتكلم في قضية الزوج والزوجة والسود الحق ربنا يوفاك مش عارف ايه يعني كل كلام بيقولوا ان هم مع محمد الهادي دلوقت اتغيرت تماما وطبعا كان على رأسهم شام ابراهيم زي معترف يوسف اليمني القواد وكمان يوسف اليمني القواد اعترف وقال ان انا مش بنك لان هو بيتعرض لاستفزازات مادية بيتعرض لاتزاز المادي القنوات اللي هو كان منتفق معاهم علشان ينتقلوا من وقف الالفاظ اللي يقولوها في الفيديو لمحيدين لمؤيدين عايزين فلوس كتير هيجيب لكم منين يوسف اليمني مش بنك علشان يديكم انتو دلوقت انا نفس اعرف انتو تتعاملوا ازاي يعني تتعاملوا بالضيئة مشاهدة مثلا ولا بتتعاملوا بالفيديو ولا بتتعاملوا ازاي في اسلوبكم يعني كل واحد دلوقتي باع ضميره وباع الحق وباع كل الدنيا اللي كلها فمقابل ان هو ياخد 200-300-500 ألف دولار ولا حاجة وطبعا اني كنت احاول اواجهله حضراتكم ان انتو عبارة عن قطيع من الخلفان عبارة عن قطيع من الخلفان بيقودكم واحد اسم يوسف اليمني القواد القواد بتاع بيوت الدعارة لما تقفلت بعد انتشار فيروس كورونا او كوفيد 19 وطبعا الكلام ده اثر على بيوت الدعارة اللي هو بيودرها او تحت اشرافه ومن هنا طبعا مفيش دخل كويس مش هيقدر يصرف عليكم فانتو خلاص انتو بالنسبة ليوسف اليمني ايه القواد اتحرقتو خلاص اعبارة عن كارت محروق ما بقاش ليكم عازة وطبعا الكلام ده بيخلي اي واحد صاحب قناة يفقد المصدقية مع الجمهور الناس اللي قسقت فيك من البداية وبدأت تتابعك انت كده بتشتتهم يعني ازاي كنت مع محمد الهادي وبعد كده حولت مع تغريد اكيد الناس دي قبضت والناس دي اخدت فلوس يعني لو واحد واقف مع تغريد على مبدأ معين هو معارض لكن بيقول وجود نظري واختلاف الرأي لا يفسد الود قضية لكن لما اخد فلوس علشان اغير رأي وعلشان اغير ضميري ونعمل ادب ونعمل اخلاق والكلمة اللي عايز اوجهها ليوسف اليمني القواد ان انت لازم تخلي بلك من بلدك روح شوف بلدك بلدك اولى بيك الاطفال اللي موجودة ببلدك اولى بيك اولى من تغريد والناس هنا كلهم مصريين اذا كان محمد الهادي ولا تغريد ولا اصحاب القنوات او منشئ المحتوى والمتابعين برضو هم مصريين انت مالك تتدخل في شؤون مصر خليك في بلدك بدل ما بتوزع الفلوس على القوادين اللي زيك يا يوسف يا يمن يا قواد وزعهم على الاطفال اللي محتاجة في اليمن كل مكان فيه اللي محتاج بس الاقربون اولى بالمعروف زي ما سيدنا النبي قال فانت خلي بالك من اليمن ما احترام شديد طبعا لكل اهل اليمن كلهم على رصنا اصل ايه اللي يخلي واحد زي يقف في صف واحدة متهمة بقضية الزنا ودفع عنها فمقابل ايه؟ فمقابل ان انا ابط لازم اكون ابط علشان اتكلم مع الناس علشان احشي في دماغ الناس ان تغريد دي ملاك بريء نازل من السماء لو بيقولك انا استهدف اي حد يستهدف تغريد وطبعا ده من ضمن المجموعة بتاع الواتسل اللي عاملها وشوية خرفان كده قوادين زيه علشان يقدموا بلاغات ضد القنوات اللي واقفة مع الحق القنوات المحترمة ويقدموا ضدها بلاغات لو يقولك ايه؟ يقدم بلاغات في القنوات المأجورة انا لحد دلوقتي ما شفتش قنوات مأجورة غير عندك انت القواد وهم الخرفان وانت بتدفع لهم وهم بيستجيبوا انا مش لاقي بصراحة اي قنوات مأجورة غيركم لو اهل حاجة يوسف اليمني القواد ان هو اتبع الاسلوب اللي ربنا تطبقه علينا اثناء تحريم الخمر لما ربنا حرم علينا الخمر بمراحله هو اتبع نفس الاسلوب ده بس على مزاجه وعلى هواه ازاي يخل الناس دي توقف الفاص ازاي يحول الناس دي من بعد ما وقفوا الفاص الى محايدين وازاي يحولهم من محايدين لمؤيدين لتغريد يا قواد والحقيقة واللي عايز اقول هالك انت متشرفش اي حد وكل بلدة متبرئين منك لحتى يبصوا في وشك ولا يسلموا عليك ولا حتى يتفوا في وشك يا يوسف يامني يا قواد لما واحد بلا مبدأ يستغل الدين في حاجات معينة هو عايزها يبقى واحد وزخ وزبالة زيك وانت مش قد المصريين عشان تتكلم في القضايا بتاعتهم خليك في نفسك وانت اولى بنفسك وطبعا دخلك من ناحية دينية المفروض نصر على تغريد ما نفضحاش ومش عارف ايه طب لما انت عايز الصورة وما تفضحاش بتأجر كنوات تتكلم عنها ليه وطب اصفها ليه يا قواد بقى وراح بيتكلم على ستات على الخاص في الواتساب ويقول لهم ازاي بيتم تخصيب البويضة بواسطة الحيوانات المنوية وبيشرح لهم ويقول لهم لا حياءة في العلم يا راجم محدش قال لك ان ده حرام طبعا طيب ماشي احنا ممكن نتكلم بس في حدود المعقول سلام سلام وكلام كلام مخلص على كده انما ما تدخلش بقى في ادق التفاصيل وتقعد تشرح ماشي يا دكتور يوسف يا يمني يا قواد ده بالنسبة للجزء اللي انا كنت بتكلم فيه فيه جزء تاني خاص بتسريبية يوسف اليمني القواد اعرضوا لحضراتكم اتفرجوا عليه وما تنسوش تدعموا الفيديو بلايك كنتشتركوا في القناة لو انتم مش مشتركين ولو انتم مشتركين ما تنسوش تفعلوا الجرس وكالعدم السنة اروح ادراكم في التعليقات انتظرونا في حلقة جديدة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يعني افهم من السؤال انه سؤالكم كان حول ما هو الوضع الطبيعي للمبلغ في حالة عدم تقديم السنة يعني هكذا كنت تقصدين ما هو السؤال بهذا الصيغة يعني انتم تقصدون بهذا المعنى يعني انتم تقصدون بهذا المعنى لا لا نسترجع لا سواء تم الاستنافة ام لم يتم لن استرجع المبلغ لو لم يتم الاستنافة يعني سأوحيل المبلغ للاولاد أمهم 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 لا 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 يا استاذة نورة يا نورة هو طلب مني فلوس طبعا هو كان يستخدم لفظ العاهرة لفظة الزانية قلت له لا يعني ابدأ اتفقنا وانتا ان هذا اللفظي يعني حتى الاسلام لما حرم القمر ما حرموه إلا بالتدري فأنا قلت له نبدأ نتفق على لفظة العاهرة الزانية هذا انشيلها فاتفقنا طلب عن طلب مني فلوس قليل يعني ليست كثيرة 300 دولار عطيته في المرة الأخرى طلب مني فلوس قلت له لا انا اريد ان تغير المحتوى كامل ان تتحول من من انسان ازلت الفاظ معينة الى انسان تتبنى قضية مثلا ادفع عن الزوجة وما حب انا اصلا حدا يفعن انه لما اقول دافع عن الزوجة انه انا ادافع مثلا عن الخطى لو وقعت فيه لا سمح الله لو ثبت لي انها مارست الزنة لا سمح الله واسأل الله ان تكون هذه غير حقيقة وانا طبعا انذرته بثلاثة اشهر سيام ثلاثة اشهر سيام يا نورا والله العظيم لو خرجت براءة تغريد انا منذر بثلاثة اشهر سيام على العموم طلب المبلغ الثاني بطريقة استفزازية قلنا لا لازم ان تتحول موقفك لأفل معه تدافع عنها وانا لا اريد الحياد وافق يبدو لي انه متجه يطلب المبلغ الثالث لا خلاص انا لما وقعك تخرج من معادي الى محايد الى مؤيد عيب حقك انك ترجع الى المربع الاول بحيث انك تتبنى موقف ضدها تمام؟ هذا قصتي نورا فهناك المجموعة عندي طبعا مجموعة انا من امريكيين اعذريني بالطلب انا ما استطيع انه تدخلي في المجموعة ما احترامي لك وانتي مؤيدة لي بالفكرة في القناة وتعليقاتك تاج على الرسمي المجموعة هي امريكيين نحن نقدم بلاغات على القنوات يعني مثلا الاستاذ بيب وعائلته انا كنت من اول المتيمين والمعجبين بالمحتوى الذي تقدمه حتى حافظت اسمه نوسا ومؤمن يعني اسرة فاضلة لكن اطالت لسانها على اليمني فاطال اليمني يده على قناتها عندي مجموعة امريكيين طبعا هم بلاغات وقدمناها باللغة الانجليزية والاسبانية والعربية حتى يتقبلها اليوتيوب اضعفناها فعلا انا بنفهم بنفهم هناك ناس خبراي يفهم انا قناة بيبو تريند هكذا اسمه اعتقد اي قناة اي قناة تستهدف تغريد انا راح استهدفها بلاغات هكذا بشكل يلي وهنا قنوات في المقابل ادعمها وايدها عن طريق اصدقائي والله ما في كسب لي ولا في أي فائدة ابدا مثلا على رأسهم قناة الاستاذ مياد الجندي تقدم محتوى ممتاز ام مهاب الاستاذ حشام ابراهيم الآن يقدم مستوى جيد يعني لكن الاستفزازة المالية موجودة وكأنه يوسف اليمني هذا بنك انا لست بنك انا انسان عادي بسيط وان كان دخلي نوعا ما محترم لكن لا يعني انه انا مش وراي مسؤوليتنا وراي زوجة وراي اولاد وراي ام وراي اخوة وراي اخوات وراي أسرة وراي بلد حتى انهم بدأوا يعايروني انتم شحاتين انتم يعني مش لغين حاجة تأكلوا يعني هم لا يعرفوا من انا ولا انا اسعى الى الخير في كل مكان بقدر ما استطيع والله احرم نفسي واعطيها الغيري عادي والمسألة في تغريد ما كانتش مسألة مسألة فقر المسألة مسألة افتاو طهارة من هنا جاء التعاطف على العموم انا شغال بالبلاغات بالبلاغات يعني حتى على القنوات المأجورة على قنوات الآثمة يعني احنا نلاحظ الاستاذ خالد سوني مستميت بطريقة رذالة بطريقة حقارة بطريقة وضاعها يعني وكأنه لا هم له الا اثبات ان الواقعة قد حصلت فالقصد من هنا انكم تشاركوا انتم بالبلاغات كل من جاهده واحنا احبها واحنا اخوة وما بيننا الا ما حرم الله الانسان كل انسان يقدم يقدم ما يستطيع اول قناة اول قناة س اشيلها ان شاء الله من الوجود ستكون قناة بيبو عائلته بيبو عائلته لا في الوقت الذي اي انسان مثلا يوقف عبثه يوقف عبثه ويعود الى جادة الحق والصواب انا والله اشيله على الراسل من كان بيبو عائلته وهذه طبعا اخت فاضلة من الاسكندرية وكنت انا من ابرز المتيمين والمعجبين والداعمين لا لكن للأسف خرجت عن المحدود طبعا قناة الاستاذ خالد البلاغات التأثير فيها سنؤثر عليها بصفة الدوام والاستمرار لكن سيكون تأثيرنا قليل على اعتبار انه لديه نسبة مشاهدين لديه نسبة لايك وكل ما ارتفع اللايك كل ما ارتفع نسبة المشاهدين كان البلاغ بعض لكن القنوات التي مثلا تستهدف تغريد وهي صغيرة اركلها ركل من داخل امريكا يعني ركل طيب السؤال الآن ما الفائدة التي تعود ليوسف اليمني من هذا الشيء لا احنا ننادي بمبدأ السكر هناك من يخرج كل الناس في الاعلام لا تصدق والفاحشة ستستمر لازم ان تفرخ لازم ان تعرى لازم ان ت لا الاسلام ما جاب هذا الشيء على الاطلاق هم فائمين للنصوص بغير سياقها محرفين لمعانيها مختلفين مع جوهرها الاصل انه الدولة هي التي تعاقب هي التي تحاسب هي التي تقدح هي التي تمدح هي التي تبرع هي التي تديد بعيدا عن الناس بعيدا عن التشير وإلا ما هو الداعي لوجود الدولة وهي السلطان الآن ولا سلطان عليها ممثلة بالقضاء والنيابة واجهزة الشرطة ربنا يسر ربنا يسر احنا مصممين على ازالة القنوات نحاربهم هكذا نحن لا نحارب الناس بارزاقهم لكن سنحاربهم دفاعا عن شرف بنت عن طهارة بنت عن افة بنت وانا قلت لك والله العظيم انا منذر بصيام ثلاثة اشهر اني تكون بريئة وعندي لها مفاجئة لو صارت براءة إن شاء الله بإذن الله لو صارت بريئة هناك مفاجئة من العيارة الثقيد بإذن الله ويعني سلمة سلمة مثلا أنا عندي ولد وهو لازل صغير ممكن في نفس السن ان شاء الله يعني هكذا نيتي وأقسم بالله أنها نيتي أنت كل ابني بإذن الله طبعا أدفع فيها ماهر أدفع فيها شقة أدفع فيها كل شيء وأتكفل وكأن الزواج في اليمن وتعيش معه في أمريكا أنا أحاول ما أحسسهاش بمسألة وقوع الألفاحشة لا سمح الله من الوالدة هذا في حالة أنها وقعت يعني أنا عندي ثقة عندي ثقة أن البراءة ستكون بإذن الله ستكون بإذن الله شكرا جزيلا